اهلا من كل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي بنتكلم فيها عن موضوع طبي يهم كتير من حضراتكم وإحنا بقلنا فترة بقلنا شهوري حقيقة دايما بنستعرض معكم ومع ضيوفنا اللي بينورونا في البرنامج منتجات مختلفة بتقدمها شركة بايو ناتشرلز ولكن يمكن ما جتلناش لغاية دلوقتي الفرصة كافية ان احنا نتكلم عن شركة بايو ناتشرلز نفسها ففرصة عظيمة ان احنا معنا النهاردة ومنورانا المستشار الطبي للشركة الدكتورة دينة عبو السعود اللي بتسعدنا دايما بوجودها صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم زيك أكبرك ايه الحمد لله كله تمام احنا كل مرة دينة مندخل على طول في الحديث حول المنتجات المختلفة اللي اطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة ما تيجي نعرف الناس أصلا بايو ناتشرلز من أول تأسيسها ونوع المنتجات بتاعتها شركة بايو ناتشرلز الحقيقة شركة عملت نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا انا فاكرة ان انا اشتغلت في شركة بايو ناتشرلز يمكن من شهر واحد اللي فات بقالي 8 شهور اتكلمت و اعلنت على منتجاتها واكتر حاجة عجبتني في الشركة اللي انا ممتنة لها جدا وفخورة جدا ان انا شغلت فيها يعني كمستشار طبي ان كل العملة اللي اشتروا من شركة بايو ناتشرلز سواء ألبا مالتي فيت او بيستا رجعوا اشتروا تاني والفيد باك رائع منتجات هذه الشركة منتجات فعالة جدا اسعارها مناسبة جدا لكل طبقات المجتمع المصري وكل الناس اللي بتتفرج علينا منتجاتها مرخصة ودي حاجة تساعدني جدا ان انا اشتغل في منتجات لها ترخيص لان عشان لازم اكسب ثقة الجمهور على طول والشرقة تكسب ثقتهم ومنتجات موجودة في السيدليات فدي حاجة كمان رائعة وزي ما انا قلت العملة الفيد باك رائع اه بقالي فترة بتكلم على ألبا مالتي فيت وبتكلم على بيستا اللي هنتكلم عليه النهاردة اكتر حاجة بحس بالنجاح اللي اخد ألبا مالتي فيت ورجع اخده تاني واللي اخد بيستا وخس سواء من الستات ومن الرجالة وبطمن كل الناس ان بيستا آمن ناس كتير بتخاف من أدوية التخصيص وبيخافوا من جراء عملية التخصيص نفسها بالزبط بالزبط بيستا منتج آمن ما بيشتغلش على المخ فما بيعمليش الدبريشن والاكتئاب والعصبية بيشتغل على هو كل مكونات اللي جواها ألياف عشان كده على طول بقول اللي عايزي خس ياكل ألياف كتير هنتكلم ازاي نقدر نتحكم في المعادلات الشركة بس احنا مبدئيا كل منتجات الشركة معنية بالتغذية اه طبعا صح كده طبعا يمكن بعد كده لتر اون ننزل حاجات تانية غير التغذية لكن حاليا التغذية والاميونيتي والمناعة والتخصيص لان انت عارف موضوع السمنة موضوع كبير جدا وكتير بيعانوا من قصة السمنة وبيجي لهم اكتئاب اي دا يعني بحاول عمل دايت وبعدين قصة ايه ان انا ايه خلاص بكرة هبدأ دايت بكرة هبدأ بتسمحها ديك وما بيجيش أصلا طيب ازاي نقدر نخلي الناس دي تخس ومن غير ما نحرمهم من اكلات معينة لا احنا هنأكل الاكلات من اكلها بمقدار بسيط وكمان شركة بايو ناتشرل فيها حاجة كويسة جدا ان فيه اخصائيين موجودين اخصائيين تخزية موجودين عن طريق الشركة عن طريق الارقام لزارع الشاشة فاي حد بياخد بيستا بيقدر يتابع مع اخصائيين التخزية حلو يعني اللي بيردوا على التليفونات متخصصية طبعا طبعا يتسقلوا ويجاوبوا مش مجرد شخصي وبيتابعوا لان كل كيس غير التانية يعني مهمة قوي ان الست او الراجل اللي عايزين يخسوا نعرف سنهم كام طولهم كان وزنهم قد ايه معدل الحرق عندهم قد ايه عندهم امراض مزمنة ولا لا العمل دايتو معرفش يخس هيعمل ايه يعني كل المنظومة في شركة بايو ناتشرل متكملة فعلا عظيم طيب عارفة برضو من ضمن الحاجات الحلوة قوي يعني وانا عرفت الاجابة عليها منك يعني في اللقاءات سابقا كتير فكرة انه قامن كمان للاطفال ابتداء من سن 13 سنة ليه بقولك كده لان للأسف شديد واكيد حضراتكم اللامسين ده في كتير من البيوت عندنا فيه اطفال اطفال بيعانوا من السنة المفرطة بكل بقى عواقبها بكل بقى ما تجلبه من عمليات تنمر من اهتزاز الثقة بالنفس او فقدها بالكامل حاجات مش لطيفة تحصل لطفل عنده 13-14 سنة مريض سمنة على طول بالوم الاهل انا في الحتة دي جدا وفعلا ممكن يتعرض لتنمر وغير التنمر بيروح المدرسة معندوش طاقة اصلا ولا ثقة ولا ثقة الطفل لازم يبقى واثق في نفسه ومعندوش اصلا طاقة يلعب يعني فرصة نأكد على معلومة انه هو امن لابتداء من سن 13 سنة وبياخدوا نفسه جرعة اللي بياخدوها الكبار بيقدروا يتكلموا عن طريق الارقام الاقصائيين هم اللي بيحددوا لهم الجرعة كل بني ادم ليه كورس مختلف عن التاني وكل حالة لها كورس مختلف عن التاني هو ماكسيمام ثلاثة ساشت في اليوم قبل الوجبات الرئيسية ايه الهدف او ازاي الاكشن وازاي بيستا بيقدر يخسسوا وكل العملاء خسسوا وقدموا بسوطين بس ما قدرش اقول يعني هابدأ بيستا النهاردة اقولك انت هتخس 5 كيلو 10 كيلو في الشهر كل واحد برضو حسب الريفلاكس بتعجزك بالضبط حسب الريفلاكس بتعجزك بس فيه متوسط مثلا لحد ادنى مثلا من الكيلوات اللي ممكن بحاجزك حد ادنى نقدر نقول 5 كيلو 6 كيلو في الشهر ده ادنى حاجة ده ادنى حاجة بنوصل لغاية 10 كيلو في الشهر لكن ادنى حاجة 5 كيلو وبعدين على طول بقول ايه ما نستعجلش قوي في الخسسان اللي بيخس مرة واحدة فيه ناس بتتبع نظام غذائي قاسي جدا بيتلاقي بينزل مرة واحدة احنا مش عايزين ننزل العضل احنا عايزين ننزل الدهون وده اللي بيحققوا بيستا ان بيستا بيقدر ينزل الدهون ويحتفظ اللي بالعضل يعني فيه انظمة غذائية بتنزل من وزن العضل نفسه طبعا طبعا والانظمة الغذائية اللي بيحرموا نفسهم جامد من الاجل انا ما بقول ما ينفعش احرم نفسي من البروتينات البروتينات رقم واحد يعني يمكن كمان موضوع معدلات الشبع او زي عندنا مشكلة في ان احنا نوقف شهيتنا او نوقف جوعنا بحيث ان انا لو جعانا قوي فهاكل دلوقتي طبق قد كده رز ومقارونة ومحشي ومعاش معها فراخ ومعها بروتين لكن ببدأ بالنشويات ده مش صح الجسم بيحس بشبع بعد تلت ساعة من الاكل يعني لو انا بدأت بالسلطة الالياف وياريت كل الناس تبتدي معايا ازاي يقدروا يأكلوا الاكل الصحي ان احنا نبدأ بالشربة او نبدأ بالسلطة ان فينا كلامك في العموم ولا للي عايز يخس انا بحبك الاكل الصحي طبعا ده اللي عايز يخس مهم جدا وده الصحي ناس كتير مش عارفة ان كمية السكريات والنشويات ده بيعليل الانسولين في الدم وانس الانسولين عالي هحس على طول النجاعينة فلازم ده محفز للشهية طبعا الانسولين محفز جامد جدا للشهية وازاي نقدر نتحكم في معدل الشبع اللي ما بيقدرش يمسك نفسه لازم يجرب معانا منتج بيستا طبعا مرخص من وزارة الصحة المصرية ويقدر يتكلم الاخصائيين اللي موجودين على الارقام اللي ظهر على الشاشة ويبدأ معاهم الكورس ويقدر يتابع معاهم كل أسبوع الدنيا مشت ازاي ليه بقول بيستا بيقدر دافع قوي قوي وبيقدر يخسس لأنه معظمه ألياف من أهم الألياف الموجودة في بيستا كشور السليم ردة الأمح والشوفان التلاتة دول لما بينزله المعدة بيعمله حيز كبير مع كباية مية كبيرة يعني أولا بيستا لو هتكلم من سنة 13 سنة مش هيحس ان هو بيشرب دواء أصلا أو مكمل غذائي يعني عصير طفاح عايزين نحطه في عصير تاني نغير طعمه يبقى من غير السكر عايزين نحطه في لبن أو ندوبه في لبن يبقى لبن خالي الدسم هاخده قبل الأكل بنص ساعة مش هقدر أكمل ربع اللي كنت بكمله ولما أجي أبدأ الأكل بعد بيستا أبدأ بالسلطة والبروتين وفي الآخر أخذلي معلقتين نشوية حلو أن انتوا قفلين قطعين الطريق على المنتج ده قدامك الصينية لو قادر كل ورين نفسك أنا مش حرماك من حاجة قادر تخلص الطبقة خلص وخلي بالجاة احنا دخلين في شتا الشتا كلنا منتخن ليه منتخن في شتا أولا ما منشربش مية بالقدر الكافي ما منعطاش والمية مهمة جدا وحافز كبير جدا للحرق ثانيا درجة حرارة الجسم بتقل فده بيدي بتطلب بقى أكلات معيارة طيب خلينا نشوف الأستاذ علي وهو واحد من الناس اللي استخدموا المنتج اللي بنتكلم عليه تعالوا نشوف تجربته مع المنتج هتعاملة ازاي تفضل احكي لنا قصتك مع بستا وازاي ساعدتك تخص أنا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو أنا قبل ما استخدم بستا ما كنتش بقدر أتحرك ما كنتش بقدر ألبس صحابي كان بيجوا مثلا يقولي يلا نلعب كرة ما كنتش بقدر أروح كنت بيبقى في صعوبة عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدمت بستا كل الحاجات دي تحلي أنا كنت بستخدم بستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي أنا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لأن طعمه كان طعم التفاح كأنني بشرب عصر بالزب كنتش محروم من حاجة نهائي أنا كنت بيأكل بستا بس كنت بيأكل بكميات قليلة لأنه بحسسني بالشبع لمدة طويلة وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة إنه يجرب بستا طيب يعني الدنيا زبطت مع المسيزة عالي هون عالي قد اي مبسوط من النتيجة وبعدين واحد أولد عنده 24 سنة شاب في مقتبل العمر ووزنه يعدي المية دي كرسا لا هيعرف يشتغل ولا هيبقى عنده مشكلة في الشغل ولا هيعرف يتحرك ولا هيعرف يركز وهيبقى عنده ثقة زيرو فينزل مع بستا من 115 ل 85 طبعا نتيجة رائعة طبعا إنجاز كبير طيب إحنا كنا نتكلم من شوي على فكرة أو مبدأ إنقاص الوزن وأنا كنت عايز أسألك بس قلنا نشوف الأول الكيس تحت الأستاذ علي كنت عايز أسألك الأرقام الكبيرة اللي الناس بتخسها في تايم ليمت داية يعني مثلا لما الواحد يفقد له 12-15 كيلو في شهر واحد أكيد هيبقى لها إن عكاسات مش لطيفة على الجسم تمام؟ واللي أنا أعرف أنه عشان كده أنتو بتنصحوا دايما بإن اللي يتعامل مع بيستا يتعامل كمان مع ألف مالتي بيت ليه؟ عشان ما نفقدش الفيتامينات والمعادن صعب قوي إن أنا أعمل دايت أو أخس وأفقد الدون ومع الدون أفقد فيتامينات ما فيش حياة من غير فيتامينات ومنيرلز الفيتامينات والمعادن مهمين جدا للمناعتي لطاقتي للستات لشعرها وبشرتها وضوافرة عشان كل دا ما يتأثرش بالدايت الجامد أو نقص الوزن الزائد بلس إن أنا محتاجة فيتامين سي جدا لتعزيز المتصاص الحديد وتعزيز الكولوجين ومحتاجة فيتامين بي كمان لدعم التمثيل الغذائي ودعم الطاقة فيتامين بي هو الطاقة الكوبالامين هو اللي بيكون لكلات الدم الحمراء فإزاي إن أنا أفقد فيتامينات والمعادن دي برضو من ضمن عناصر القوة جدا فكرة إن العيلة كاملة بدأت فيتامين بي طبعا عندي فوليك أسد وفوليك أسد مهم جدا للستة الحامل يعني الحامل مش هتعمل لضايت الحامل مهم لها جدا أل بمالتي فيت عاشة أ 그다음 ولن أعايز يخس وللي مش عايز يخس مهم جدا جامع فيتامين بي عائلة فيتامين بي كلها عندي داخل ألبا مالتي فيت الكالسيوم المهم جدا لصحة عظمي وصحة أسناني والانقباض العضلات يمكن لما بيجلنا كرامس نقول نقص ماغنيسيوم أكيد ممكن يكون نقص ماغنيسيوم ونقص كالسيوم مع الماغنيسيوم عندي داخل ألبا مالتي فيت أقوى مضادة أكسادة فيتامين إي من أقوى المضادات الأكسادة فرائع جدا كي يشتغل أنتي إيج طبعا الكابر والزينك الموجودين في ألبا مالتي فيتامين أصلا إيه أهمية المضادة للأكسادة أو إيه فايدته جسمنا بتعرض للأكسادة يوميا الأكسادة دي هي أيه برضو عشان اللي مش عارف انطلاق الخلايا الحرة أو الفري راديكلز دي لما الجسم بيت أكسد بيطل حاجة اسمها فري راديكلز فري راديكلز بتبواز للخلية بتموتها لي بدري بدري وأحيانا العلماء أو الدكاترة رابطوا العلاقة الوتيدة بين الأكسادة والسرطان أنه بيعمل تحوير في الخلية أو الخلية السرطانية دي خلية عادية وتحورت بتقولي لما الجسم بيتأكسد يعني إيه تأكسد؟ يعني بيحصل إيه فنقول إن هنا في عمليات أكسادة بتعصد؟ الخلايا بتطلع حاجة اسمها خلايا حرة الخلايا الحرة دي بتمشي في الدم بتبواز لي بقية الخلايا كلها طب وده بيحصل نتيجة إيه بقى؟ نتيجة حاجات كتير جدا كمية السكريات اللي بتتاكل عمالة على بطال التدخين الله كفاية أنا عن نفسي أكتافي بسا التعرض للشمس من غير واقي شمس آه طبعا حاجات كتيرة جدا بتأكسدلي البشرة والجسم وكل حاجة المقالي الفرايد الحاجات الفرايد على طول الزيت اللي بتحمر بالخمس وست مرات ما ببرنوش وارجع حمر معنا كده إن ضروري يعني الجسم يدخله حاجة اسمها أنتي أكسد يجي الفيتامين يضحي بنفسه هو اللي يتأكسد ويحميلي الخلية من الأكسد لفتاة حلوة من الفيتامين آه طبعا فيتاميني موجود داخل ألبا مالتي فيت ويطمن كل الناس أن ألبا مالتي فيت واخد ترخيص من هيئة سلامة الغذاء ومتوافر في الصيدليات الفكرة في شركة بايو ناتشرال أن هي موفرة كورس كامل يعني ممكن أخش صيدلية ألاقي بيستة بس ملاقيش ألبا مالتي فيت أخش صيدلية تانية ألاقي ألبا مالتي فيت ملاقيش بيستة فالكورس متوفر بشكل كامل داخل شركة بايو ناتشرال وكمان الأخصائيين التغذية اللي موجودين في الشركة بيقدروا يتابعوا الحالة اللي عايز يخس يعني آه نقدر ناخد بيستة من الصيدلية بس مش هيبقى فيه متابعة لكن في الشركة هيبقى فيه متابعة تعالي نروح للشخص اللي تعامل مع بيستة وفقد قولي 15 كيلو من وزنه في شهر أو في شهر ونص مثلا الـ 15 كيلو اللي فقدهم دول مش بينتج عنهم جلد متراهل طبعا يتعاملوا زي بقى مع مش كل ناس بتخص بالـ 15 كيلو الأوفورويت قوي 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 هم اللي ببنازلاتهم القوية يعني مهم قوي أخد ألبا مالتي فيت لأن فيتامين سي بيشد الجلد لأنه بيعزز لي إنتاج الكولوجين فمهم قوي أن أخد فيتامين ألبا مالتي فيت ومهم أن أنا ألعب رياضة من الآخر مهم قوي أن أنا ألعب رياضة عشان ما سيبش جسمي للتراهل طيب هل فيه محازير معينة هل فيه أشخاص بيعانوا من أمراض معينة تمنعهم من التعامل مع بيستا بيستا آمن مرخص مزارسة الصحة ضغط سكر لا ماكيش أي مشكلة على فكرة مريض السكر مهم أنه ياخد ألبا مالتي فيت ومهم أنه ياخد بيستا لأنه فيه كروميوم الكروميوم مهم جدا ليه بيأحق السكر في الدم ولا يتعرض مع اللي بياخده أنسولين مثلا لا إطلاقا هو طبعا رشدة الدكتور رقم واحد والمكملات الغذائية بالدعم رشدة الدكتور لا لا ما يتعرضش مع الأنسولين ولا حتى الأدوية بتاعة السكر يعني خالص طيب إزاي ما كنت بسألك من شوية هو فيه حد أدنى للعمر اللي ممكن يستخدم المنتج دهل فيه حد أقصى للعمر يعني كبار السن ممكن ياخدوه برضو عادي طبعا ما فيش أي مشكلة طبعا بتعالي نسبة السن المفرطة في حالة كبار السن مش كتير قوي ولا موجود أنت قادرة منه لا لا موجود طبعا موجود طبعا في حد أقصى للسن طبعا ما بيتحركوش وقعادين في البيت بيأكلوا كتير أوكي وبعد ذلك أنا كلما بكبر معدل الحرق عندي بيأل أصل بعد الأربعين والخمسة والأربعين طبعا اللي عنده حاجة وستين اللي عنده حاجة وسبعين عادي أه طبعا آمن جدا وآمن جدا لهم قلب مالتي فيت وآمن جدا لهم بيستا أستحسي مع الأعمار الكبيرة في حاجات معينة بتصرع مثلا مثلا من مقدة ضربات القلب ده من الأمور لا ده مش مع بيستا ما أنا قلت بيستا آمن ما بيشتغلش على المخ ما بيعليليش ضربات القلب ما فيهوش هو فيه ألياف وفيه فيتامين سي وفيه كروميوم فقط لا غير ما فيش أي إنجريديين بيعملي هارت ريتس أو تاكي كارديا برضو نعرف الناس الجرعات في حالة فيستا نحن نتكلم هو بالقلبة بيجوها أكياس أكياس بياخد ثلاث مرات قبل ثلاث واجبات قبل ثلاث واجبات رئيسية ممكن الناس بياخد بقبل إيه بنص ساعة مثلا قبل إيها بنص ساعة على كوباية مياه دبيرة ما نحطش بقء مياه هيكلكع لازم أدوبه كويس قوي عشان يعرف ينفش في المعدة عشان يعرف ينفش في المعدة وما كلش كتير بيستا بيتحكم له في معدل الشبع وبتقعد فترة مش جعين يعني ممكن تقعد بالخمس ساعات مش حاسس أنه جعين زي الفوت واللي عايز يخص حيعوز إيه أحلى من كده نورتين هدينا بشكرك على وجودك كالعادة بنسعى دايما موجودك معنا ونتمنلك كل التوفيق والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا بكل مكان على حسن متابعاتكم لينا في حلقة النهاردة إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد إلى اللقاء